في ليبيا قتل اثنان من حرس المنشآت النفطية اثر هجوم على حقل النفطي شرق البلاد وقال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية علي الحاسي ان اثنين من قوات الحرس قتلاء عندما شن مسلحون يشتبه بانهم على صلة بتنظيم داعش هجوما على حقل النفطي مؤكدا ان قوات الحرس احبطت الهجوم على حقل البيضاء شرق البلاد